يدًا وندًا ونورًا وكم كانوا لحاجتنا حضورًا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرًا ودورًا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءً إن أمر الناس شورًا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شيء جعلت الصعب سهلا اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم والاستفساراتكم الشرعية فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا على الأرقام 021-360-01-01 021-360-01-02 021-360-01-03 ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهراتي أسفل الشاشة بقيت بعض الأسئلة من الخميس قبل الفائت لهو الأخ سليم من مصراتة يسأل عن المسلمة هل تدعو وتقول اللهم اجعلني من المسلمين أن تقول اللهم اجعلني من المسلمات لا فرق إذا ذكرت المسلمين فقط فهو جنس جنس المسلمين يتناول الذكور والإناط وإذا أرادت أن تختص نفسها بالمسلمات فلا حرج أيضا فلها أن تقول اللهم اجعلني من الصابرات اجعلني من المؤمنات اجعلني من القانتات إلى غير ذلك ولها أن تقول اللهم اجعلني من المسلمين ومن القانتين ومن الصابرين لا حرج في ذلك وكله جائز ووارد في اللغة العربية في كثير من الآيات أو الأحاديث تتناول الذكور والحكم يندرج على الإناط أو يتناول الإناط تبعا فالآية مثلا هو سماكم المسلمين من قبل على سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل المسلمين هنا يشمل للمسلمين الذكور والمسلمات الإناط فلي المرأة أن تدعو بما شاءت في هذه الحالة عند أيضا سؤال الأخ صليم من الحلقة قبل السابق يسأل قال من كفر والعياذ بالله أو ارتد يحبط عمله ثم بعد ذلك بقي فترة مثلا ثم أسلم مرة أخرى كان مسلما سنين كثيرة متى نقول عشر ولا عشرين ثم ارتد شهرا أو شهرين ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى هل تبقى له الأعمال السابقة إذا حج في حال إسلامه وإذا اعتمر وإذا صام وإذا تطوع وإذا أعطى الصدقات هل تنتقل هذه الحصنات له بعد إسلامه مرة أخرى أم أن إحباط العمل أو إذهاب السيئات يكون عاما بالتالي يبدو كأنه بدأ من جديد هذه فيها خلاف عند نحن المالكية وعند الأحناف لا يرجع له ثواب عمله السابق وعند الشافعية وعند الحناب لا يرجع له ثواب عمله السابق سبب الخلاف هو خلافهم في ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك هنا تقول بمجرد الشرك يحبط العمل وآيات كثيرة منها ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله بمجرد الشرك ومجرد الكفر بالإيمان يحبط العمل مطلقا وعند آية تحدده أو تخصصه بأن يموت على ذلك الكفر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذن هذه الآية تفيد أنه إذا لم يمت على كفره لا تحبط أعماله والآيات الكثيرة الأخرى تفيد أنه بمجرد الكفر يحبط عمله والأمران خطيران يعني ما يدرين أنه بعد ذلك سيسلم هو لو كان الأمر متعلق بأن الأجر يرجع لبس ولا لا رأوا كان ينبغي لنا ألا نخوض في هذا الأمر لأنه ما رده إلى الله لو نحن قلنا يرجع هو ما يرجعش لن يرجع له أو لو قلنا نحن لا يرجع وهو يرجع عند الباري عز وجل فسيرجع بغض النظر عما قلنا لكن المسألة لها تعلق ببعض الأشياء منها مثلا من حجة حجة الصرورة أو حجة الضرورة الصرورة في إسلامه الأول ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادتها مرة أخرى عند المالقية والأحناف يطالب لأن حبطت الأولى فكأنه لم يحج وعند الشافعية والحنابلة لا يحج مرة أخرى لأن بإسلامه مرة أخرى رجع له أجر الحجة الأولى فلو لم تكن مثل هذه المسائل موجودة مسألة الله يرجع له أو لا يرجع هذه مسألة متعلقة بالله عز وجل وقد يرجع لبعضهم ولا يرجع لبعضهم هو صاحب الشأن وهو المتصرف كما يريد الأخ إذا كان في اتصالات نقبله الأخ لطفي من زليطن يسأل عن الصلاة خارج المسجد هل هي مقبولة أو لا هي مقبولة في مذهبنا لا شك في مذاهم كلها مقبولة إلا عليها آراء بسيطة جدا يعني وخاصة إذا كانت جماعة يعني فالصلاة من حيث كونها جائزة أو مقبولة فهي بإذن الله جائزة ومقبولة الخلاف في هل الأجر في الصلاة في البيت أكثر أجراً أم في الباحة الخارجية ليه أكثر أجراً يمكن التفصيل هنا إذا كان الصلاة في الباحة لسبب شرعي فيكون لها بإذن الله تعالى نفس الأجر بمعنى مثلاً المسجد اتعبى والناس معاش القتما كان في المسجد صلت مرة فهنا يكون له نفس الأجر لأنه كان ناوياً الصلاة في المسجد ولكن لظرف معين صلى خارجه هذا كصلاة أما أجر التبكير فلا شك أن الذي جاءها مبكراً ودخل المسجد أكثر أجراً من الذي صلى خارجه نتيجة التأخير أما الصلاة نفسها فبإذن الله تعالى يكون الأجر نفسه لدينا الأخت أم زكريا من ترابلس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله بارك فيك كنا نسلك يا حضرت الشيخ واحداً لا مش أحرام إذا كانت تأمن على نفسها وتأمن على بناتها وتقوم بحاجياتها كاملة كان مرض لها حد في الليل تقدر ترفعها كان فزة لمية تقدر تصلحها إذا كان بهذه الطريقة فلا بأس أما إذا كانت لا تستطيع القيام بحاجاتها على القل الأساسية أو كانت لا تأمن على نفسها شقة في ألف شقة مثلاً والناس بخلطة لباهي في هذه الحالة لها أن تتغير وتسمع التفصيل بإذن الله تعالى بارك الله فيك ما شيختي أخص لي من المصراتة وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك أبا يا شيخ عبد المحسن أباكم خير على كل هذه المعلومات النافعة ومفيدة الله يبارك فيك والله يرحب عليك أجمعين يا عرب أجمعين سمعتني عندي شؤال أنا شيخ عبد المحسن تحضر أباكم الله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول وصحة الخوف منها مسلمة وعدها في سياسة التاكسي رجع ولكن داخل منطقة أعلى من السكة ما؟ السؤال التالي يقول بعض الأطباء يا شيخ عبد المحسن بعض أهل المرضى بعض أجمال عملية حلّي علينا درناها الكباري على دراه يقدمونها يا فصل على دراه حلّي هذا صليم ومشيوه وجاء الشرح الأمداء أخ صليم شويك ينقص الصوت لأنه عندي أشكالية في الصوت شان هو سؤال ما سمعتك السمحني يقول بعض الأطباء يا شيخ عبد المحسن الأطباء بعض الأطباء يقول بعض الأطباء 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 والباقي على الناه تمام تسمع الإجابة تسأل عن نفضة هذه يقدمون أنفسهم على الله يقدمون أنفسهم على الناه في الذكر يعني يقول تسمع الإجابة بإذن الله تعالى أخ عبد الله من جدابيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك أيوة نسمع فيك أخ عبد الله نسمع فيك إن شاء الله قلت لك يا شيخ طبعا قلت لك إن أعرف واحد فهمت يا شيخ طبعا أهلو شيخ تسمع فيه نسمع فيك أخ عبد الله نسمع فيك قلت لك إن فيه واحد طبعا نعرف واحد أنا خارسة جلسة خارسة تبقي جلسة أخ عبد الله لو كان يمكن إذا عادت الاتصال لأن السؤال قطع أخ لطف من صليط إذا ترك الناس الصلاة في البيت وخرجوا إلى الباحة بدون عذر فالظاهر والله أعلم أن صلاتهم أقل أجرا من الصلاة داخل المسجد إذا كان لغير عذر إذا كان لعدر ممكن نعطوهم الأجر كاملا أو نقول بإذن الله تعالى ليس نحن نعطوهم نقول لهم بإذن الله تعالى يصل الأجر كاملا إذا كان مثلا داخل المسجد داخل المسجد جديد الحرارة جدا والناس إذا صلت فيه يصيبها العرق ولا يخشعون في الصلاة فنتيجة هذا الأمر خرجوا للبحة الخارجية بإذن الله تعالى يكون لهم نفس الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر قتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيمة يعني الشخص اللي متعود على صيام أو متعود على قيام ليل أو متعود عليه مجموعة من الحسنات ثم منعته أو منعه من فعل هذه الحسنات مانع زي الصفر أو المرض بإذن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا فحتى الناس هذا لو كانوا دائما محافظين على صلاة الجماعة داخل المسجد ولكن لظرف معين رأوا أن الصلاة خارجه في الباحة متاعه أفضل فلا بأس بذلك نحن عندنا الباحة وعندنا الصحن الصحن هذا زي بالضبط نفس الحكم الصحن هذا نحن مع الناش هلبة في ليبيا اللي هو زي الأزهر والزيتونة يكون المسجد مربع هكذا وفيه صحن الداخل العاري ما فيه شزقف هذا ليه نفس الحكم لا يدخله جنب ولا تدخله حائض ولا يأخذ أحكام المسجد بالكامل هذا الصحن الداخلي لأن اللي بيخش لا أسأل بيخش من داخل البيت فهذا ليه نفس الحكم أما الساحة الخارجية ليس لها نفس الحكم في بعض الأحكام ولها نفس الحكم في أحكام أخرى فالصلاف الباحة إذا كان لغير عذر فلا شك أنها أقل أجرا من صلاف المسجد وإذا كان لعدر يرجى لهم أن يكون الأجر كاملا بإذن الله تعالى زي ما قلنا لامتلاء المسجد أو لكونه شديد الحرارة أو غير ذلك من الأمور التي تدعوهم أو تضطرهم إلى الخروج منه الأخ محمد من ترهونة يسأل عن سجود السهو وأنواع سجود السهو هذا أيضا في الحلقة قبل السابقة سجود السهو عندنا لا يكون إلا لزيادة أو نقص واحد منهم أو لا هما معا فإذا كان لنقص فقط نقص حاجة في الصلاة والحاجة هذه سأذكرها أن هي سنة ثقيلة أو سنتان خفيفتان فأكثر على خلاف في السنتين الخفيفتين إذا ثارك سنة ثقيلة أو ثلاثة سنة خفيفة هذا يلزمه عندنا السجود ويكون قبليا فإذا زاد شيئا في الصلاة زيادة محضة سوى زاد سنة أو زاد حتى فرضا في ركعة أخطأ وركعة ركوعين بدل ركوع واحد في ركعة أخطأ وسجد ثلاثة سجدات بدل سجدتين مثلا أو زاد ركعة خامسة في الربعية أو ثالثة في التنائية هذه إذا كانت عليه زيادة فيسجد سجودا بعديا فإذا اختلت الأمران كان عليه سجود قبل نتيجة نقص وسجود بعدي نتيجة زيادة قالوا يغلب جانب النقص على جانب الزيادة فيكون السجود قبليا وليس بعديا الأخت هدى من جدابيا السلام عليكم قطع الاتصال بالأخت هدى فالآن شخص مثلا لم يتشهد التشهد الأوسط وزاد ركعة خامسة في الصلاة الربعية الآن هذا اجتمع عنده نقص لأنه لم يؤدي السجود الوسط أو الأوسط وكانت عنده زيادة في الصلاة نفسها اللي هي زيادة ركعة خامسة هنا يكون سجوده قبليا لأن الأصل أن يكون قبليا فالنقص يكون قبلي ويربط فيها القاف بالقاف نقص قبلي والدال بالدال زيادة بعدي والنقص والزيادة يكون قبليا الآن ما هو النقص الذي يجبره سجوده سهو اللي هي السنة التقيلة أو ثلاث سنة خفيفة اللي هم يجمعوا فيها يقولوا سيناني شيناني جيماني كداتا آني عدد سنة الصلاة الثماني السنان اللي هي السر في الفاتحة والسورة والسورة التي بعد الفاتحة والشيناني التشهد الأوسط والتشهد الأخير والجيماني الجهر والجلوس للتشهد ثم التآني اللي هي التكبيرات ثلاث تكبيرات فأكثر وثلاث تسمعات فأكبر فأكثر ثلاث تكبيرات يعني نسي ثلاث تكبيرات أو زاد ثلاث تكبيرات أو نسي ثلاث تسمعات أو زاد ثلاث تسمعات إذا حصلت واحدة من هذه الثمانية نقص زيادة ممكن من نكلمش على لأن زيادتها داخل في الفرض وفي غيرها إذا حصل نقص في هذه واحدة من هذه الثمانية في صلاة جهرية قرأ سرا أو في صلاة سرية قرأ جهرا هذا نقص زيادة عندنا قرأ الفاتحة ثم ركع مباشرة ولم يقرأ السورة التي بعد الفاتحة لم يجلس للتشاهد الأوسط أو التشاهد الأخير أو جلس ولم يأتي بصيغة التشاهد هذه كلها سنة تقيلة يلزم من نقصها سجود السهو ويكون قبليا اختلفوا في التكبيرتين والتسميعتين واحد ترك تسميعتين أو ترك تكبيرتين لو سجد هنا فصلاته صحيحة ولو ترك السجود فصلاته صحيحة لأنه لم يصل إلى ثلاث سنن خفيفة الواحدة متفقين أنه إذا سجد لها تبطل الصلاة نسي تكبير واحدة وسجد لها سجودا قبليا تبطل الصلاة الثلاثة ترك السجود متعمدا مع الخلاف لكن قولوا تبطل الصلاة الثلاثة فيها الخلاف منهم من يرى أنه يسجد لها ومنهم من يرى أنه لا يسجد لها ولكن حتى من يرى أنه لا يسجد لها لو سجد لها لا يقول له صلاة كباطلة كمن سجد سجودا قبليا لفوات تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة لأنها سنة خفيفة فلا يسجد لها أن الأخت مونة والأخ يونس الحلقة السابقة هم يتكلموا في الموضوع الذي أطلنا فيه وهو مسألة أهمية الإعلام في حياة المسلم ومدى تأثيره ذكرت الأخت مونة أهمية دور الآباء في التربية قال بدأنا نتحشمه لما نطلع برا نسمعه في كلام قبيح ونشوفه في مناظر قبيحة كيف نديره الآن للأسف تسعين في المية ممكن نقوله على غالب الليبيين العبء يقع على المرأة قرأوا الأب بدأ يخذف خدمتين وثلاثة واربعة وحتى لما يجي للحوش يجي طايب ومعاش عنده حتى نية بيتكلم مرات فنتيجة هذا الانشغال لأن ظروف الحياة عقدت والحياة غلطت فنادرا ما تجد الأبيت ملازما لأبنائه بحيث هو اللي ربيهم وهو اللي صعب شوية على وقيت واحد عشرة ما عندهمش الميزة هذه فوقع العباء على الأمهات مع القراية والواجبات والدنيا الدائرة تجد العباء كل على الأم لكن طبعا هذا الكلام يحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة لكن أقل ما فيه أن الأم والأب معا إذا ترك تربية الأبناء بحيث صار الإبن مدخنا أو صار على أخلاق غير جيدة وكذا أرى هذا خيانة للرعية ويوم القيامة مسؤولون عنه أمام الله عز وجل تقصير الأباء يعني حتى مش في اللي قلنا عليه أنه هو مثلا مشغول بس يعني استغرب متى تمشي للجامعة ولا تمشي لسوق ولا تمشي لمكان تلقى بنت نزلت بملابس غير عادية ولما تشوف السيارة تلقى معاها أبوها ولا أخوها ولا يعني معقول أن باي أنت مشغول لكن شفت الآن أنت اللي حات بنتك ولا أنت اللي حات أختك وهي بالملابس هذه اللي تحشم حتى المرأة قريب تقعد بها قدام رجلها مش غير تتلع بها في الشارع فهذا خلل خلل في رب الأسرة وخلل في المرأة أن يتركوا أبنائهم بهذه الطريقة ولي خليه يقول لك الشارعي ربي هذا خلل لابد من المتابعة ولابد من التربية الحسنة ولابد من المجاهدة في هذا الأمر والأمر والساهد لأنهم يقولوا أرى ألف بان لا يقومون لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم يعني قال ألف واحد يبنوا ويجي واحد بعدهم يهدم يغلبهم ساهل أنت تب شهر باشا تدير العمارة هو يجي يحط فيها دينامية ولا يكسر لعرسها اطيح العمارة ساهلة جدا في ساعتين يطيحها العمارة فقال كيف الآن وإن اللي يبني واحد واللي هدمه ألف زي ما قلنا على الإعلام والشارع والمدارس ويعني أنت حتى لو تقعد معاه وتربيه مرات خاف يضيع منك الإبن نتيجة المغريات النت الأطفال والزملائها في الشارع المدارس الأسواق تلقى الدنيا كلها من خلطها لكن أنت أسد ذو وقاربه ما تخليش عادي ريح بكل وضيع لابد ما تتابع إذا كان مثلا بالتابع ملابسة عند ريحة ولا لا التابع من اللي يخرج معاهم لأنه يقول العرب يقول قل لي من تخالل أقل لك من أنت فلما تعرف أنت جمعت بلفظ نليب إحني صياع لابد ما تشح منهم لأنك لو خلت ليهم بيقعد معاهم ومع عشر ساعات وبيقعد معاك أنت ساعة وحدة فلو ما شحيتاش منهم قدمة ربي لن تصل به إلى النجاح أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأصيرة بإذن الله تعالى لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرا ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا موسيقى 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 بين يديهم بين يديهم حملوا للعلم فاتيحا موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرا ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مذارك الظلماء نورا بسم الله الرحمن الرحيم الأخ يونس من مصراته الحلقة قبل السابقة أيضا يسأل عليه أن قال للراديو أهم من التلفاز في التأثير على الناس فقال هم يأخذوهم وقت الزحمة يبدأ بمروح ساعة ثلاثة أو ساعة تنين تنين ونص طالع من عمله فالزحمة عارفين بيقعد ساعة بيسلي نفسها بيسلي نفسها بالراديو هو كل وسائل الاتصال هذه وكل وسائل الإعلام لها تأثير لها تأثير أنه سواء راديو سواء تلفزيون سواء فيس سواء تويتر سواء الجرائد المكتوبة سواء والأمر مهم جدا وهذا تكلمنا فيها أكثر من مرة لكن يعني عجبتني تغريدة للشيخ عبدالعزيز الطريفي مش عارش نسمع عبدالعزيز ولا تقريبا عبدالعزيز الطريفي قال يعني لو خلى واحد أولاده لقناة العربية قال مش بعيد يجي بعد سنة يلقاه مطوع في الجيش الإسرائيلي بناء على أنه يطلعوله في حماس ويطلعوله في المقاومة إرهاب ويطلعوله في الفلسطينيين ما ينفوشوا 24 ساعة يظنوا عليه بالإكلام هذا قال موكو تخليه سنة بعد سنة يجي تلقاه لما واجعين اليهود قريب يتطوع معهم باش يقاتل المسلمين أو يقاتل الفلسطينيين وهذا كلام حقيقي يا راو أكثرنا فيه الكلام ولكن الإعلام أي إعلام يتذكر كنت في مصر أنه سنة 2008 في وقت الحرب على غزة حرب اليهود على غزة في 2008 فكنت أقرأ في الجرائد المصرية جرائد هذه اليومية الأخبار ومش عارف الجمهورية والكلام هذا فتقرأ يعني والله إلا أن تأثرت يعني تأثرت بالإكلام هذا يعني تقرأ المقال الأول أن الفلسطينيين يستاهلوا تتقول شوني هذا خراف ميتين وكذا تقرأ الثاني تقرأ الثالث تقرأ العاشر تقرأ العشرين تقرأ المية تلقى روحك بعد المية بدأت تشك بالك أنا غالط وأني البوصل أمتاعي منحرفة والفلسطينيين هم اللي غالطين في اليهود واليهود هم اللي يريد مني طبطب عليهم هذا كلام حقيقي مش مبالغة يعني لما تقرأ في كل جريدة خمسة ستة مقالات مثلا مقالات مختصرة ولا مطولة شوية وكلها تسب في فلسطينيين وكلها تطلع في الخطأ على الفلسطينيين ما هذا قلت إيه منكم رأى في ستاشر يوم هي الحرب أخدت يعني ما تلومش المصري اللي قرأ مئة ألف مقال منكم في المقالات هي أنه هو يشوف الفلسطينيين غلط وأنه يقول لك يستاهلوا وهذا كلام نصمعوا فيه فالإعلام بصفة عامة ينبغي التنبه له وزي ما قلنا في التربية هذه ما تخليش ولدك تسلمة للتلفزيون نعرف أنه فيه مشاكل يعني ونقعوا فيها حتى نحن تروح أنت دايخ والأم تعبة يقول لك هاي افتح للتلفزيون تقول ولا افتح للتلفزيون فقني منا ساعة ولا اثنين يقعد لاي في التلفزيون خلي نقيل ولا نهذرز شوية ولا الريح راسي بعدين نلها به حتى تب تخلي للتلفزيون شوف للقنوات الجيدة وشوف للبرامج الجيدة باش ينظر إليها ما تخليش يقي عايم وتحط له أي حاجة أو تخلي الريموت في ذا ما تعرفاش على شن يتفرج وما تعرفاش عليه الأشياء اللي يتابع فيها وخاصة في الفترة يعني التأثير يكون فيها كبير اللي هي من تالتة عدادي إلى تالتة تنوي هذا التأثير خطير فلو كانت البنت مثلا تخلي لها الريموت وتحضر المسلسلات التركية وتحضر المسلسلات متع الفساد بصفة عامة بعدها ما تلومش لما تلقى البنت ماشي عيصار رو مش ماشي عيصار أنها بكل بكل لكن لبسها تفكيرها حتى لما تجي تكلمها في مسألة معينة تقول لك إياك أنا ما قلت لكش علنا بوي هذا عايش في العصر الحجري ولا اللي هو تقول لك بطريقة غير مباشرة فلا بد من المراقبة زي ما قلنا العبء كبير والأمر ولكن حتى هو الجنة رو كما ورد أن اللي عنده بنتين ولا ثلاثة ويحسن تربيتهم هذا لي الجنة ما هو الساهل مسؤولية التربية مسؤولية كبيرة وللأسف زي ما قالت الأخت مونة يعني تطلع في الشارع لين ماش تقدر تمشي من سوء الملابس أو من سوء الكلام الذي يقال هذا خلل في المجتمع بصفة عامة يحتاج إلى مجاهدة من الأباء بالدرجة الأولى مجاهدة من وزارة التعليم في المدارس لأنها اسمها في كل على الأقل الدول الإسلامية وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم المفروض لكن اللي نشوف فيها للأسف في معظم مدارسنا لا فيه تربية ولا فيه تعليم الزوز لا يجيك متعلم حاجة باهية متربي ولا يجيك عندها معلومات باهية الزوز ناقصات يعني حتى الأوائل الناس الإمام مالك قال عممتني أمي وقالت لي اذهب إلى ربيعة فخد من أدبه قبل علمه بعتات لي ربيعة بن عبد الرحمن قلت له غير جبت لي أدب ربيعة بن عبد الرحمن حتى ما حفظتش قرآن وحديث كويس متهنى عليك لكن لا تجيب تربية ولا تجيب علم الاثنين هذه أشكالية طبعا هذه مسائل تحتاج إلى دولة وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى مراقبة لكن النواة الأولى واللي عليها الضغط الكبير هي الأسرة وهي العباء الأكبر يقع عليها ما ترخيش بكل بكل وما تضغطش عليه بكل بكل يعني حتى الضغط المبالغ فيه يولد الانفجار وترخيه بكل بكل أيضا لهذا ولا هذا لابد من المراقبة والمتابعة بالحسنة فما تقول ليش الولد مثلا ما نديلاش تلفزيون بكل ولا الولد ما نطلعش به نرفع للبحر ولا نرفع المكان الثاني لأنه فيه فساد الأخ علي من مصراته السلام عليكم السلام عليكم والله بارك فيك السلام عليكم أيوه أخ علي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل 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 قبلا صعني أخ علي كان تطلعك في مكان أحسن تغطي كيف قلت لي؟ قلت لي في ساعة القيام في الصباح قبل الفجر الساعة القيام قبل الفجر بساعة؟ قبل الفجر الساعة ونصلي بعدين في الوتر ما يعطاك ربي لا يقول فنيان يشري بعدين في انتقل اسمه هذا في واحد بعزة كريه ومناك تكون بيجرد وبعدين ونفس الموعة ونفس الموعة ماذا لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء ولا يوجد شيء سلعة كانت مربعين خلاب خمسين بدون اي زيادة بدون اي زيادة؟ باعت اسمه الاجابة بإذن الله سؤالك الأول على القيام القيام قبل الفجر انت ما فهمت السؤالك بالضبط قبل الفجر نصلي في القيام ايه وانت وانت صلعت قبل ما ترقد ولا ما صلتاش باعت تسمع الاجابة بيد الله تعالى الله يبارك في الجميع منكم مسألة الاعلام قطلنا فيها جدا لأهميتها لكن الامر خطير الحق يعني ناخده اسئلة اليوم الاخت ام زكريا قالت هل المرأة المعتدة اللي معاها ثلاثة من البنات تبقى في بيت العدة ولا تنتقل الى بيت اهلها الاصل هو البقاء في بيت الذي اتاه فيه النعي يعني اللي كانت ساخنة فيه يعني لما زوجها مات هو هذا المكان او البيت الذي اتاه فيه النعي هذا هو الاصل ويحرم عليها ان تنتقل الى بيت اخر الا لظرف شرعي عندنا اتصال اخ فتحي من مسراته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مارك الله وفيك يا شيخ وربي يا عمدك ان شاء الله اجمعين يا رب اجمعين يا شيخ اني نصلي في سنات نصلي في الشفع وو النوتر وهنا نصلي في الوتر ونصلي في الوتر ويقال علي عامل من عمالك أتصلي معي في الوتر عندنا اتصلي في الاشياء ونعمرنا الشفع وجبت الوتر وكانون معي عاصلني يصحبني صلي في الأشياء أنا طبعا سنت الوطن وطرفت السلام وهو تم صلاة على السنة ونسن في الأشياء فصلاة يا شيخي شني الصلام تعال الراجل هداي هو شني مذهب هداي لا لا المذهب مالكي هو هو العامل هذا ليبي ولا شني لا لا هو مش ليبي لا وهذا لا شني سالتك على مذهبه ولا ما يتعرفش أفريقي هو أفريقي يا شيخي أفريقي ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى تسمع الإجابة الله يبارك في الجميع لعنا اتصال أخ عمر أخ عمر من ترابلس السلام عليكم وعليكم السلام الله يسلم الحمد لله يا رب العالمين أخ بالله اتنسل على الزكاة هل تجوز عليه الشخص المرتب انتعه 500 دينار تجوز عليه الزكاة ولا لا شني هدا عنده عيلة ولا بروحها هو عنده عيلة ما عندهش أرض زايدة يبيحها ولا حاجة لا أعطيه على طول هذا حتى اللي معاشها ألف الآن حتى اللي معاشها ألف وعنده أربعة خمسة مفار تجوز عليه الزكاة صراح يعني كان عنده أربعة أولاد معاه هو ومرته وبالذات كان مأجر تجوز عليه الزكاة ما تقول ألف هلبة لا مش هلبة الألف الآن بالظروف اللي حني فيها الخمسمية ما يمكن لو يطلع بها لو يخش بها لمحل غذائية لا تكفي شيئا فالخمسمية هذه لا شك إذا كان ما عندهش مال آخر إيجارات مثلا أو أرض متاع هكتار ولا نص هكتار يقدر يبيحها ويخلي أرض يسكن فيها أراه هذا يعتبر فقيرا ويجوز أن يعطى منها الزكاة سقدتك لأن المسألة مهمة أن الاتصال لأخ عبد الحميد من ترهونة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لك يا شيخ عبد المحسن تحية قناة التناصح تحية لجميع الليبيين أين ما كانوا الله يبارك فيك الله يحييك إن شاء الله الجميع بارك الله فيك نبه نبك يا شيخ على يوم الخميس يوم الخميس كثلات فيه مشاكل كثلات فيه نبه من العلماء والأبحاث درنا رأي درنا دراسة على اليوم هذا كثلات فيه المشاكل كثلات فيه الحوادث الناس خش بعضها كلها نبه نسلوا وبرك الله فيك الله يبارك فيك بارك الله فيك الوحيشي من الجبل أخلحه فالأصل قلنا في العدة أن تبقى في بيت البيت الذي أتها فيه النعي إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها فيه الآن قاعدة هي وابناتها كبار في شقة والعمارات مخلطة وما تأمنش على نفسها ممكن يهجم عليها ممكن يصير أي ضرف ما تقدرش هذه يقال لها انتقلي إلى بيت تأمنين فيه والزميه كما تلزمي بيت العدة أو إذا كانت تأمن على نفسها ولكن لا تستطيعوا أن تقوم بحاجاتها الأساسية كاملة ما تقدرش ترفع أبناتها للمدارس ما تقدرش تقيم مثلا بمبلة الغاز ما تقدرش تجيب لمية كان في زدتلة حاجة بتقعد تعبا وملخبتا إذا كانت لا تستطيعوا القيام أو ما تقدرش تجيب خبزتها وماكلتها وما فيش من يقعد معاها لأن إذا كان فيه من يقعد معاها كأخ أو غيرها لابد وافق أن يقعد لا تنتقل من بيت العدة فإذا لم تستطع القيام بأمورها الأساسية في هذا البيت تنتقل إلى بيت آخر تقوم فيه أو تستطيع القيام فيه بحاجاتها الأساسية وتلزمه أيضا كما تلزم بيت العدة كما حصل في المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت عبد الله بن أمي مكتوب الأخ صليم ممكن الأخ فتحي من مصراته عندنا إذا كان هو غالب أفريقيا مذهبها المالكي عندنا لا تجوز صلاته الفرض خلف النفل الحاجة الوحيدة التي أجازها المالكية اتباعا للحديث اللي هو تصدق عليه صلاة النفل خلف الفرض واحد القاتل يصلي في ظهر واني نبقى نصلي الركعتين اللتين بعد الظهر ممكن نأتم به هنا لا بأس واحد القاتل يصلي في الصبح مثلا قضاء واني يخاش للمسجد نبقى نصلي وراء تحية المسجد لا بأس أما صلاة الفرض خلف النفل لا يجوز وبالتالي هو الآن يصلي عشاء خلفك انت تصلي في وتر فعلى مذهبنا صلاته باطلة ولا بد أن يعيدها مرة أخرى بعض المذاهب انت أسألة إذا كان قالك والله اني ما نعرفش صلات هيك وخلاص قل لا عاودها الصلاة لا شيء وكان قالك تبعت المذهب الشافعي أو أي مذهب آخر وفاهم المعلومة ومتأكد منها فهذا دعه فلا بأس بذلك الأخ صليم من مصراتة يسأل عن صحة ركوب المرأة في سيارة الأجرة داخل منطقة آهلة بالسكان لا حرج فيه بإذن الله تعالى السلامة أولى ولكن لا حرج فيه الآن هنا هنا يقال أن الفتوى تتغير بتغير الأماكن وتغير الأحوال وتغير الأزمان وتغير الأعراف الآن تخيل أنت تجي للسعودية تقولهم والله مثلا السعودية ولا دول الخليج اللي عندها أرطل من السيارات المدرسات البرة تقولها والله عادي لمرأة تركها في المواصلات العامة ما ينفعش الكلام هذا تصيب السيارات هذو كلهم وتركبوا وتحطوا في روحها في مواضع الشبهة علاش فمدام احنا بعيدونا عن مواضع الشبهة نقعدو في الحلال وفي الابتعاد عن المواطن أو عن الحمة كما ورد في الحديث لكن تعالى لمسر قولها لا والله حرام لمرأة تركب في المواصلات العامة تقولك شو تهذرز انت شو تقول ما فيه مستحيل هذا وحتى لو قلتها حيرتقبوا الحرام ومش هيعدلوا عليك انت لان ما عندها السيارة والمرأة غادي تخدم اكتر من الرجل ما زيها هي اللي توصل ولادها للمدرسة وهي اللي تجيب في الخضر من السوق وهي اللي تعالش في ولادها كيف تقولها ما تركبهش في تاكسي ولا ما تركبهش في المواصلات العامة ما مش هتعدل عليك لو قلت لها فهنا يفرق في مصر ما ينفعش تقولها حرام وفي الدول الخليج ما ينفعش تقولها أحلال لان غادي عندها البديل وهنايا ما عندهاش البديل فحنا هادي نشوف المرأة اذا كان عندها بديل ما نتبعوش الرخص ونرفعوها لمواطن الشبهات واذا كان ما عندهاش البديل وفي منطقة آهلة والناس كلهم يشبحوا فيها فالخلوة غير متحققة فنقول لا بأس لكن قلوه لعادي يمشي بيها مثلا في الحوايز ولا تقص بيها في الليل لا هذا ما ينفعش فهذه المسائل ينبغي أن تقدر بقدرها وأن لا نوقع الناس في الحرج نتيجة التشدد ونتيجة طلب الأحصر حتى الفقهاء يقولون لا يجوز للفقه الذي عود نفسه على العزائم وعلى الشدائد أن يجبر الناس على ذلك بعض الناس ما يقدرون زيك فلو وجدت رخصة لهم ووجدت مذهبا ووجدت لهم قولا فينبغي أن تسهل على الناس بالحلال ما يقولك سهل عليهم بالحرام لا سهل عليهم بما أحل الله لهم ولذا يقولون الفقه الرخصة تأتيك من ثقة أما التشدد فيتقنه كل أحد مسألة لا تبا يقدمون أنفسهم على الله فيقولوا ذرنا اللي علينا والباقي على الله لا بأسى بذلك حملا لكلام المسلمي على الأسلح هو شمعنا هذا الكلام معناه هو يقولك أخذنا بالأسباب الذي أمرنا الله تعالى بالأخذ بها ثم الشفاء الكامل هذا على الله اللي هو الباقي هل يشفي الله عز وجل المريض أم يبقيه مريضا بعد أن أخذنا بالأسباب الدنيوية هذا هو المقصود يعني يقول لك ما في أيدينا قد فعلناه ولكن الشفاء النهائي هو من الباري عز وجل فحتى بعد الأخذ بالأسباب قد لا يشفيه الله عز وجل وبالتالي العبارة لا بأسى بها إذا كان هو قاصد أن فعله هو وهذا لا أظن مسلما يقصده يقول والله أنا درت اللي علي وأني اللي بنشفي وكان في حاجة الباقي على لا هذا بعدين تخش في كلام تاني بكل ولا أظن أن مسلما يقوله أو يقول هذه العبارة وهو يظن هذا الظلم وإنما معناها قد أخذنا بالأسباب الظاهرية والتوفيق من الله عز وجل زي الطالب يقول لك والله درت اللي علي والتوفيق من ربيني جريت واجتهادت ورجعت الواحد لكن مرات لسبب معين الباري عز وجل يجعلني أرسب أو يوفق من درس أقل مني مثلا وبالتالي الظاهر والله أعلم أنه لا بأس بها حملا على أن المسلم يقولها وهو قاصد هذا المعنى الأخ علي من مسراته يسأل عن سلعة بأربعين ثم بدون سبب معين جعلها بخمسين هو من ناحية الشرعية لا حرج في ذلك والمسلم ليس محدودا بنسبة معينة في الربح عندنا هذا الأصل يعني تربح مية في المية تربح تلتمية في المية تربح خمسالاف في المية ما في حد يقول لك حرام إلا في بيع الاستئمان أو الاسترسال أما الربح العادي مدام المشتري راضيا بهذا السعر فلك أنت بيع بما شئت وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عرو البارقي أعطاه دنارا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعرو البارقي دنارا وقال له اشتري لي به شاه فاشترى به شاتين باع إحداهما بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وبشاه يعني إربح مية في الميت هنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أخطأت ولا غير ذلك وإنما قال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان هذا الصحابي لو باع التراب لا ربح فيه فلا هو أن يزيد هكذا في الأصل أما اتباع الأحوال والأسواق والتيسير على الناس فهذا لا شك أنه مطالب به من ناحية زيادة الحسنات ومن ناحية مساعدة المحتاجين وإن كان الشرع أعطاك ذلك لكن لو خلتها باربعين واربحت جنيه بدلت اربع عشرة مساعدة للناس فلا شك أن الله تعالى بعد ذلك سيساعدك وسيسهل عليك أمورك في الدنيا وفي الآخرة أيضا بقيت السؤال ولا سؤالين أجيب عنها في الحلقة القادمة لي بإذن الله تعالى بهذا أكون قد وصلنا أو أن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى استوديعكم الله الذي لا تخيب وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم كان لهم ملئت مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأ العلم بورا جزاهم عن حوائجنا كريم وكافاهم بما وهبوا